بعض الناس يسألون كيف نخرج الزكاة ولنا هنا وقفة ينبغي أن نفرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال وبين زكاة الزروع وبين زكاة الرؤوس وبين زكاة الحلي وبين زكاة العروض أو التجارة وزكاة العقارات وما شابه ذلك أولاً ونحن في شهر رمضان يكثر الحديث عن زكاة الفطر زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين زكاة الفطر تجب على كل مسلم سواء كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى غنياً أو فقيراً يخرجها رب الأسرة عن نفسه وعن الذين تجب عليه نفقتهم من أهل بيته يعني الإنسان الرجل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده ولو معاه أب أو أم طاعنين في السن وهو بينفق عليهم حيجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم وزكاة الفطر لو ولد مولود جديد للإنسان قبل غروب شمس آخر أيام رمضان بلحظة واجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر زيه زي الإنسان الكبير بالضبط في مقدار الزكاء اللي حنوضحه بعد كده ولو مات إنسان بعد غروب شمس آخر أيام رمضان بلحظة كذلك وجب على أهله وورثته إخراج زكاة الفطر عنه يعني إذن مش الغاني اللي بيملك النصاب بس اللي بيخرج زكاة الفطر لا النصاب ده خاص بزكاة المال والزكوات الأخرى أما زكاة الفطر فدي منحة من الله عز وجل للجميع حتى الفقير عليه أن يشعر بلزة العطاء في مثل هذه الأيام المباركة زكاة الفطر تخرج إمتى؟ لازم في رمضان؟ أيوة طبعا لازم في رمضان وفي نهاية رمضان أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر أيام رمضان ويمتد إلى ما قبل صلاة العيد يعني من أدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات كده ما يبقاش أخرج زكاة الفطر إذن زكاة الفطر لازم تخرج قبل صلاة العيد طبعا ممكن قبل ليلة العيد آه ممكن في آخر أيام رمضان آخر يومين ثلاثة من شهر رمضان تخرج فيه طب ممكن من أول الشهر يجوز في هذه لكن المستحب كلما اقتربت من العيد لأن الهدف منها إدخال الصرور والسعة على الفقراء والمساكين في العيد طيب إذن إيه مقدار زكاة الفطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحدد زكاة الفطر بصاع من أغلب قوت البلدة والصاع يعتبر أربعة أمداد يعني أربعة حفنات بكفي الرجل المتوسط طيب إحنا حاليا مش هنقول المد ولا هنقول الحفنة ولا هنقول الصاع لكن هنقول أغلب قوت البلدة كان يقول القمح الأرز الشعير الزبيب الطمر كل هذه الأمور طب إحنا بالنسبة لنا في مصر الأرز والقمح ده أغلب قوت البلاد في معظم بلاد القطر المصري يقدر الصاع بمقدار قد إيه بالكيلو 2.5 كيلو جرام ولو حبيت تزود ممكن يصل لـ 3 كيلو على اعتبار أنه بيختلف من سلعة إلى أخرى أو من نوع لآخر من الحبوب يبقى إذن هو محصور من 2.5 إلى 3 كيلو جرام من الأرز أو القمح طيب ده عن الفرض الواحد طيب هل يجوز إخراجها نقدا؟ هو الأصل أنها بتخرج من أغلب قوت البلدة لكن الإمام أبو حنيفة النعمان أجاز إخراجها نقدا إن كان ذلك لمصلحة الفقير واختلاف الأمة رحمة ومن هنا جاز إخراجها نقدا دار الإفتاء المصرية حددت مقدار زكاة الفطر نقدا هذا العام عن الفرض بمبلغ 15 جنيها يعني عن كل فرض 15 جنيه ده حد أدنى ما تقلش عن كده واللي يقدر يزود عن كده يزوده له الأجر والثواب عند الله عز وجل إذن يا إما تخرج زكاة الفطر من الحبوب من القوت من الأرز من القمح زي ما قلنا من 2.5 إلى 3 كيلو عن الفرض يا إما ممكن تخرجها نقدا لكن الأصل أن تخرج من القوت إذا كنت عاوز تفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غلط أن أنا أخرجها فلوس لا مش خطأ ولا حاجة لأن الفقهاء والعلماء أباحوها ما دام في ذلك مصلحة الفقير وإدخال السرور على الفقير لكن إذا كنت أنت راجل زارع أرض وعندك الأرز وعندك المحصول والقوت كتير هتخرج من المحصول أو من الحبوب أو من القوت أفضل